السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد مع برناميكم ملك وكتابة حلقة الليلة حلقة الإثنين التي تحمل الرقم 575 575 في تاريخ ملك وكتابة جاية قبل ساعة قليلة من لقاء مهم حدث تاريخي تترقبه كل الجماهير بل يمكن كل الأوساط الكروية في القارة تترقب مباراة 27 نوفمبر مباراة الجمعة إن شاء الله الأهلي والزمالك وكأس الأميرة الأميرة الصمراء يغازلها قطبة الكرة المصرية إن شاء الله تعالى ينتصر الأهلي وتفرح كل الجماهير بإذن الله تعالى حلقة النهاردة يستمر فيها غياب المهندس عدلي طب وبعدين يعني حيفضل المكان دفض كتير 4-5 حلقات أعتقد حضراتكم وحشكوا المهندس عدلي القاعي والفضل لله لكن بداية يا أستاذ إبراهيم أحب أشكل كل إنسان كلف نفسه ما شقت السؤال علي واعتذلوا أنا ما كنتش قادر أرد على التليفونات لكن كنت بأشوف كل التليفونات والرسائل ما فيش شخص يكلمني معرفتش خذ بالك أنا كنت عايش عنك كتير كل اللي يكلمني عايز يكلمك أقوله لا أنا هبلغه والله كنت بأصي طبعا اللي عرفوني عشان أخفف الضغط شوية لأن هي المشكلة يا أستاذ إبراهيم مش بأس أنك أنت بترد على التليفونات أنت مطالب بالتفسير يعني إيه الأكبار وإنش عارف والدنيا حمل في الموقف غامض أنت مش فاهم ونافسك صحيح فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ألف ألف الحمد لله على السلامة أنت ولدام ومحمد إن شاء الله كل خير يا رب يا رب يعدي على خير علينا كلنا ويدينا الصحة كلنا رب قل لي بقى وسلي بالنا من بعضنا بقى ده اللي أنا عايز أقولولك من خلال التجربة تقول للناس لأنه برضو كان الكلام على الكورونا الناس مش مصدقة أنت من وقع التجربة كلامك مهم للناس بص يا سيد إبراهيم أنت كنت شايفني بحاول أكون ملتزم أول صحيح يمكن من أكتر الناس اللي كانوا بيحاولوا وعملوا اللي عليهم في موضوع الإجراءات الاحتراثية لكن أنت في الآخر بيستعمل في حاجات ما أنتش قادر تسيطر عليها أنت بيجي لك فلوس أنت بيجي لك ديليبري أنت بيجي لك داوة أنت بيجي لك كيس بتمسكه أنت بتمسك دربزين يعني ما أنتش عارف القصة جاي منين فإحنا لا أخذ بالأسباب وربنا كرمنا لأن الموضوع يا جماعة والله مش بس يعني ربنا ما يحرمش حد من نمفرشته أبدا لأن أجواء المستشفى أجواء صعبة جدا كل دي أو الثانية حوان كل دي أو الثانية تحليل كل دي أو الثانية إشاعات كل دي أو الثانية سونار كل دي أو الثانية غير الأدواء وفي الأخذ أنت مش عارف أنت بتواجه إيه بالضبط لكن صحيح المهم أن الناس بتحوك تسيطر على أن ما حصلش ضرر يعني الحمد لله الحمد لله فأنا بقول أن نسخلوا بالكم البعض ونستحملها ونعرف أن ربنا والله بيدينا بيدينا حاجة بيلينا فكروا بقى في اللي أنتو بتعملوه شوف نعمة اللمة نعمة اللمة مفيش حاجة تانية صحيح أشبحت دلوقتي محل شك فتصورنا نحن بنطلب من الله سبحانه وتعالى يرجع علينا نعمة اللمة نعمة اللمة صحيح صحيح فخلي بالنا وخلي بالك أنك أنت برضو مسؤول عن غيرك مش أنت بس أنك أنك تحمي نفسك طبعا أنت مسؤول عن غيرك صحيح صحيح وبس أنا بالله قبل ما نسأل أن حصل حدث كنت أتمنى أن يكون موجود معك فيه على الهواء نعمة تفوز قناة الأهلي بأفضل قناة غياضية عربيا صحيح عربيا وده بيحطك كل يوم في قيمة الأهلي وقيمة ما يفعله والده اللي بيشتغل بيها والأهداف اللي بيتحرك عليها والمساوى اللي بيتعامل بيه أيوة المسألة ما بقيتش محتاج أن حتى يهاجم ويدافع صراحة المسألة بيتمسألة أن الإنسان بيراكب حتى اللي بيهاجمك بينه بالنفس وما براه حينما كده بيفكر وبيحلل لا بيشوف بيشوف مشاهد كتيرة جدا بتقول النادي الأهلي مش منشغل غير بنفسه وغير إنه يمشي يعمل الصح فربنا يكمل لهابنا بخير يا رب وفي الآخر عايزة أقول الحاجة يعني إحنا في الآخر بنلعب كورة عشان نستمتع وعشان نفخر مع بعض ونعاك السياسي دي بعض شوية لكن هو ما كان السبب للنكد يعني تملك لصديقك محمود عدلي بالجائزة هو آه أنت جبتها لي على هوا وأنا بتفرج عليها آه أنت عارف إنه أنا كنتش حتى قادر أتفرج على التلفزيون يا إبراهيم آه طبعا تتصور إنه يعمل الوعي كنت في غرفة العناية مركزة يا بشونس لا يعني هي ما كاناش في المركزة كان في دور العناية المركزة لكن كان عدلي تامه كان العناية بخدها في قطنا آه آه إنما ما كناش طيقين التلفزيون ما كناش طيقين نسمع صوت طبعا طبعا الحالة النفسية كتواش طبعا آآ فأنا أنا بعتذل كل اللي مردتش عليهم وبشكرهم جدا 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 بقولون سمحوني لكن كفاية 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 إن آآ والله المرض آآ بيوحد الإنسانية وبيوياين آآ يعني كل واحد آآ يعني هو إيه عند الناس ودي حاجة هي تفرج نهاية المطرف هو ده بخير ما يعني صحية طيب إيه هتلحق مطش الجمعة أو إيه هتتفرج معي يا بجنينة هنتفرج بتباعد برضو ربنا عدي على خير يا رب ربنا عدي على خير يا رب الف الف حمد الله على السلامة مشواندس ومشتغل لك جدا ومشتغل نشوفك إن شاء الله وتكون معنا إن شاء الله في حلقة الخميس بإذن الله إن شاء الله أنا هستهدن بقى ودنيا ماشا كويس وبإن الله يكون فيه نصيبهم الخميس إن شاء الله ألف ألف حمد الله على السلامة ودايما وأبدا في موفور الصحة والسعادة بتحياتي كله للوسط الرياضي وعايز أقول للناس حاجة أنتم مش فاهمين قيمة الكرة المصرية الكرة المصرية هي دلوقتي الموجودة على الصحر الإفريقية وتقريبا العالمية عن أفريقيا إحنا اللي مبادلينها إحنا اللي مش محترمينها لكن الكرة والمستوى والمواعد إحنا في حتة تانية والله بشأن التنظيم نروح حتة تانية جدا 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 كل هو المطلوب كل واحد يعمل شغله ما يشغلش دماغه بحاجة تانية مش دوره توصل اللي أنت عايزه شخصيا يوصل للبلاد محتاجه صحيح مش عايز أجهد عليك أكتر من كده لكن بالتأكيد منتظرين منك كلام كتير في حلقة تركبسين أنا رفتني زي ما صدقت في ريحة أن أنا أتكلمت الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله ده أنا عايز أتسيب لك كل الوقت مش عايز أضيع وقتك أو صحيح دك أكتر شكرا فضل من ربنا أنت المفترض مستمر في الإجراءات العلاج التأهيلي بقى طبعا فيه بقية الكورس اللي أنا ميكمل بس الحمد لله النتيجة سلبية الحمد لله أنت والمدام ومحمد فألف صحيح الحمد لله الحمد لله ماشا ألف ألف الحمد لله على السلامة وشكرا جزيلا أنا بشواندس شكرا جزيلا للمهندس عدل القيعي الشريك الكبير والرفيق الدائم أنا بقول لكم خمسمية خمسة وسبعين حلقة وإحنا ساعة ويا رب دائما وأبدا نكون على طول في خدمة جمهور الأهلي وقناة الأهلي عبر ملك وكتابة زي ما قلت لكم في البداية هذه حلقة مهمة في تاريخ شديد الأهمية لما بيوصف أنه ده لقاء تاريخي ده مش منفرغ هو بالفعل لقاء تاريخ ما حصلش قبل كده أن الأهل والزمالك أو فرقتيه من أي دولة واحدة أفريقية لعبوا نهائي دور الأبطال حدث على هذه الأهمية كان من المهم أن نحن نتابع بفقرات مهمة هذه أبرز عنوانها مقالي ومقاله نبيلة هي سيرة عمر الغربال فكرة سعيد وعدالة عمر بعض مثل السيانو لو دي مستفزة يبقى ده إيه الشموع الحمراء رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي وأسرار الملك في لافيو الرأس الزهبية وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده المحتوى اللي إن شاء الله تتابعوه معنا ونحاول بقدر الإمكان أن نعرض كل تفاصيله لكن البداية دايما وأبدا مقالي ومقاله نبيلة هي سيرة عمر معرفش إيه الصدف العجيبة الغريبة الطيبة اللي لها دلالات مش يعني هو دي الأقدار عموما النهاردة أول ما طلع القرار قرار لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي خمس سنين خمس سنين الفيفا لجنة الأخلاق فيه بتقول لأحمد أحمد الرئيس المنتخب للكاف ما نشوفكش في ملاعب الكورة وإدارة الكورة إداريا رياضيا في أي حاجة لمدة خمس سنين طبعا هتبع عليه الصعوبة بعد كده للعودة لكن مبدئيا العقوبة لمدة خمس سنين أول ما صدر القرار ده بسبب إيه؟ أسباب تتعلق بالزمة المالية وفساد مالي وتصرفات كثيرة أساء فيها إلى منصبه زي ما حيثيات القرار صدرت من لجنة الفيفا أول ما صدر القرار أول ما عرفت وكلمت المهندس مصافة والمهندس مصافة فاهمي واحد من رموز الإدارة الرياضية في تاريخ مصر مش بس لأنه كادر أهلاو كبير شخصية أهلاوية عريقة ذات جزور أهلاوية عميقة لكن كمان إحنا عندنا حد وصل لمستوى أدار مسابقات الاتحاد الدولي مصافة فاهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة وصل بعدها إلى أنه يبقى رئيس إدارة أو رئيس قطاع المسابقات في الاتحاد الدولي بصوا لما يبقى عندنا عقلية منظمة بهذه القيمة تدير مسابقات العالم كله نجل الراحل الجميل الأهلاوي الإنسان المخلص النقي المتدفق حماسة عمر مصافة فاهمي عليها رحمة الله عمر هو اللي كان كشف عن فساد أحمد أحمد ولما عين سكرتير للاتحاد الأفريقي امتداد لوالده والجده أي شاب غيره اتحط في مكان زي كده شاف فساد وشاف وقاع مزرية جدا كان ممكن يطنش يتعايش معها يعيش يمشي أيامه لكن الحقيقة عمر بنقاءه وقيمته وأخلاقه وتربيته رفض أنه هو يشوف الوقاع الفاسدة قدامه يسكت فبدأت الحرب بينه وبين أحمد أحمد وبعض قيادات الاتحاد الأفريقي وصل أنه رفع دعاوة دولية وود المزاكرات والوقاع والمساندات للاتحاد الدولي وحربه اتتحارب كتير عمر لكن الأقدار سبحان الله أرادت وهو بيأخوض حرب ضد الفساد وحسب يبتلب مرض السرطان فيحارب في جبهتين أشرص من بعض لكن محدش رحمه محدش رحمه وشوفنا حجم التحامل والإساءة والتجريح في حق شاب مصري محترم حبي يمارس دوره في مكانه أنه ما يقبلش أوضاع خطأ أو فيه وقاع هو ما تجناش على حد وما ظلمش حد وما تقولش على حد هو قدم مستندات من باب الأمانة ومن باب النزاهة طبعا انتصر عمر في معركته ضد الفساد وخسر معركته ضد المرض وتوفاه الله ليه ما أقولكم نبيلة تنهي سيرة عمر عمر ترك للمهندس مصطفى فاهمي والدته الكريمة والأسرته نبت طيب من عنده والزوجته بنته نبيلة وبتصد بالمهندس مصطفى فاهمي النهاردة علشان باركله على القرار اللي فيه فانتصر به العمر والأخلاق عمر والمبادئ عمر والنزاهة عمر فأفاجأ ان المهندس مصطفى فاهمي بإيمانه الحياة اللي يدرس بيقول لي تعرف ان النهاردة النهاردة تحديدا عيد ميلاد نبيلة بنته بص القدر عيد ميلاد نبيلة بنت عمر النهاردة فيطلع القرار المنصف لولدها في تربته النهاردة المعركة اللي خدها ضد الفساد واللي حارب فيها واللي تحارب بسببها كتير جدا واللي تحمل فيها كتير جدا ينتصر فيها يوم عيد ميلاد بنته صدفة نبيلة جدا لكن هي دي سيرة عمر الراجل رحل الشاب قدم كل اللي عنده تحمل كل قسوة الحياة بكل ضغوطاتها وبكل صعوبة المرض وكل حتى الضغوطات اللي كانت عليه في الاعلام المصري انه حتى ما اعتقدش الاعلام المصري انصف عمر لكن ده يعلمنا حاجة او عمر يترك لنا مش بس قيمة واثر وسيرة نبيلة لقى يدينا درس كمان الحياة صغيرة جدا ولم يبقى فيه حد نزيه وأمين وشريف ونظيف بيحارف فساد فالتقوا الخير هنقولوا تصمت يعني يتسندوا وتساعدوا يما ينفعش طواف ضده بالذات لان الناس كانت نموت خيلة انه عمر متجني ومتجني ليه عمر عنده مشكلة مع احمد احمد على ايه ما وفي النهاية الراجل ود اوراقه للجهات التحقيق الدولية وبعد يشوفوا قد ايه تصدر احكام الايدانة في حق احمد احمد وعمر عليه رحمة الله في العالم الاخر الف رحمة ونور على عمر مصافة فاهمي كل التحية والتقدير للمهندس مصافة فاهمي اللي عارف فعلا يا ربي وربنا يدي طولة العمر لنبيلة لان فعلا جاءت نبت طيب بعد سيرة نبيلة لعمر مصافة فاهمي وبالنسبة لأحمد احمد لعله درس لكل من يجلس مكانه على مقاعد الكاف او مقاعد الرياضة كلها العالم كله بيتاجه نحو الكثير من ضبط كل الوقاع في كل مكان فانا تمنى بازل الله تعالى للجميع ان يستمتع بكرة القدم والعمر مصافة فاهمي الرحمة وللمهندس مصافة فاهمي له ان يفخر بهذه القيمة اللي كلنا بنترحم عليها ده كان ابرز ما في مقالي ومقاله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نفتش مع بعض دفتر احوالنا المهم اهلا بحضراتكم من جديد دفتر احوالنا المهم النهاردة فيه صفقة ومسحة واشاعة سخيفة ومكانة دولية عالمية بجد الصفقة اللي اعلن عنها النادي الاهلي النهاردة بيضم احمد رمضان المعروف بيكهم لاعب ومدافع ودي دجلة اللي رجع للنادي الاهلي بيكهم صفقة مهمة جدا 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 لان هي دي النوعية اللي النادي الاهلي دايما مهتم بيها عندك لعب جوكر يلعب في اي مكان في الملعب اي مكان على فكرة هو واحد من ولادنا درس الكرة في العالي واللي كان سماه بيكهم الكابتن بادر رجعب لانه كمان كان مهاجم وكان بيجيد ان هو يلعب الضربات السابتة زي ديفيد بيكهم فاخد لقب ديفيد بيكهم من بدري بيكهم لعب هاف ديفندر باجادة عالية لعب سردباك مساك مركزه الاساسي لعب باك يمين وبيلعب باك شمال ولو يحتاجوه فروت هيلعب فروت ده اللعب الكاشكولي اللي النادي الاهلي بيحتاجه انت عندك نقص شوية في الباك رايد بعد احمد فاتح ممشي لكن ان انت بترجع اكرم توفي الهاف ديفندر القوي جدا الواعد اللي بيجيد ايضا اللعب في الباك اليمين فلما يبقى عندك اتنين لعيبة يلعبوا في اكتر من مركز لأ انت كده عندك مرونة هيلة جدا وعندك قدرات متنوعة داخل الفريق عشان كده كان اهتمام الاهل بضم احمد بيكهم لفترة يمكن المفاوضات طولت شوية والناس كتير اتكلمت فيها لكن حتى لما عبر عبر عن ساعاته جدا انه اول ما خرج من النادي الاهلي كان مركز اوي هو طالع معار ثم طالع ببيع بحق الشراء عنده هدف اساسي يرجع النادي الاهلي لعبة ربا في الاهلي عنده هذه القدرات المتنوعة جدا التعاقد معها لمدة خمس سنين يمثل اضافة مهمة جدا للفريق بيكهم بعده طاهر بعد عودة الرباع المعارض المتقلق نجوم المنتخب الالونبي كلهم اعتقد دي تدعمات قوية جدا لفرقة الاهلي في الموسم الجديد دي الصفقة المسحة بقى اخبارها ايه لانه بقت برضو من اللوازم المهمة للقمة الافريقية اخبار المسحة ايه هقول لكم ببساطة جديدة جدا احنا عندنا لغاية دلوقتي مين ايجابي كورونا مين لغاية دلوقتي لو استمر ايجابي ما يلعبش كابتن وليد سليمان ايجابي كهرباء ايجابي المرة التانية والنتيجة هتباني النهاردة ان شاء الله تعالى نحاول نطمينكم عليها لو ظهرت النتيجة اثناء الحلقة صالح جمعة ايجابي واحمد ياسر ريان ومحمد شريف كله عازل نفسه في البيت وخضع للبروتوكول العلاجي الاهلي طبعا دخل المعسكر من مبارع باجراءات احترازية مشددة جدا لكن اللعيبة المصابة اللي انا قلتلكم عليها وليد سليمان وابنه سليم ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويرجع وليد في اسرع وقت ممكن صالح جمعة حالته برضو يعني واخد واخد آآ الفيروس بشكل شديد شوية وخضع البروتوكول مشدد ان شاء الله تعالى صالح يتعافى ويقوم بآآ بقوة وبسرعة بإذن الله ثم كهرباء عينة ايجابية للمرة التانية التانية لسه تظهر النهاردة نتمنى ان شاء الله ان احنا نطمن عليه ونطمنكم عليه بإذن الله الاتنين اللي مش مسجلين في افريقيا اللي راجعين احمد ياسر ريان المعار من الاهلي كان في الجونة ومحمد شريف اللي رجع بعد اعارته الامبي ده كان مع المنتخب الولومبي وده كان مع المنتخب الاول لكن زي ما بقولكو في النهاية ده قدر وزي ما المهندس عدلي اعتقد لا يفتوى المهندس عدلي في تجربة الكورونا قالك ما بتضمنهاش ما بتعرفش هي جاية منين المهندس عدلي كان شديد الحذر والاحتراز لكن دي اخدار عشان كده مزيد من الحرص شوية مزيد من الاحتراز في التعامل مزيد من التباعد ينجي يا رب ان شاء الله المسحة الحاسمة هتبقى مسحة الكاف مسحة الكاف يوم الاربع السلطات الصحية اللي بتخضع الفرقتين للمسحة الاخيرة بتطلع تقريرها مين برا المباراة ومين يسمح له باللعب عشان كده المسحة الحاسمة مسحة الكاف يوم الاربع اي حاجة بتسمعوها قبل كده كلام سخيف كلام سخيف ان انا قبل ما اطلع هوا دلوقتي يقولك في موقع كاتب انباعا اصابة محمد الشدنوي حارس الالب كورونا وفيه سخفة اكتر من كده بجد احنا بنهزر في المرض وفيه حاجة في الصحافة اللي لاعد السوداء خد عينة وتم تحليلها مبدئيا كل اللعبة بخلاف اللي انا قلت لحضراتكم عليه كلهم الحمد لله عينتهم سلبية يعني كله خالي من الفيروس الشنوي وغيره لكن فكرة انباعا انباعا ايه ما هي العينة طلعت يا ايا لا لا تقبل لا الانباع ولا الاجتهادات ده مش مجال اجتهاد صحفي ولا مجال ضرب اخبار علشان اهز الطرف التاني واثر على جمهوره هي كده لكن انا كمان عايز اطمن حضراتكم وطمن كل الجماهير على نجوم نادي الزمالك الحمد لله تشافى وتعافى كابتن حازم امام حازم كانت عينته سلبية او كانت ايجابية تحولت والحمد لله الى سلبية محمد حسد لعب الوسط ايضا عينته تحولت الى سلبية والاتنين الحمد لله شوفيا ويحق اليوم المشاركة في المباراة اللي مستمر ايجابي كابتن متحة عبدالهادي مدرب الفريق النهاردة واحمد نادر السيد الحارس الصاعد اللي ربنا يا رب يشفيه ويعافيه حارس صاعد ابن كابتن نادر السيد اخونا وصادقنا العزيز ابنه تمرم مع الفريق الاول في الفترة بتاعت النقص العددي جات نتيجته ايجابية ان شاء الله تعالى هو خاضع للبروتوكول العلاجي وبإذن الله يخفه هو وكل زماله نهاردة قال كمان انه محمود حمد الوينش مدافع الزمالك عينته ايضا ايجابية نتمنى للجميع بإذن الله تعالى الشفاء وان شاء الله الكل يخضع للبروتوكول العلاجي المسحة اللي هتجرى يوم الاربع هتكون حاسمة مسحة الكاف مين اللي حيشارك في المباراة ومين حيتم استبعاده غير كده ارجو ارجو ان احنا نتعامل وفيه اكتر من ان احنا بنتكلم في مرض ازاي ده يكون مجال اجتهدات صحفية او ضرب اخبار او تصدير ازمات او محاولة الضغط على الجماهير الاهلي في احسن حالة الاهلي لعبته في قمة التركيز بيقدر تدريباته بتركيز شديد جدا العينتهم ايجابية لغاية دلوقتي قلت لحضراتكم عليها يوم الاربع هتكون المسحة الحاسمة مسحة الاتحاد الافريقي لكن القرعة المهمة اللي اتعاملت النهاردة قرعة الدور الممتاز الناس اللي شايفة مطش الاهلي والزمالك تقيل على عصاب الجماهير لازم ان يتعودوا ان الاهلي والزمالك ربما يقابلوا بعض اليومين الجايين اربع مرات اربع مرات فتعودوا بقى على لقاءات الشد العصب ده لغاية والزمالك هلعبوا يوم سبعة وعشرين نهاء دور الابطال الافريقي قرعة الدور الجديد حطتهم مع بعض في الاسبوع الرابع الدور الجديد علينا وعليكم بخير يبدأ حداشر اتناشر يعني تقريبا على نهاية اتناشر لو الجدول انضبط ومشي ما تأجلش المباراة والحصل زي ما حصل السنة اللي فاتت حيكون ماتش الاهل والزمالك ربما في نهاية ديسمبر بداية يناير حيبقى ده المباراة التانية لا التالتة ليه الاهل افكاس مصر عنده يوم واحد اتناشر هيلاعب الاتحاد السكندري في السمي فاين والزمالك في نفس اليوم هيلاعب مع طلاع الجيش طب اذا كسبوا الاتنين يوم خمسة اتناشر ضربين معات جديد خمسة اتناشر القمة التانية يعني اذا كان سبعة وعشرين هتبقى القمة الافريقية القمة المصرية على كاس مصر المحتملة لانه الاتنين في السمي فاينال المحتملة هتبقى خمسة اتناشر طيب خمسة اتناشر قمة محتملة في كاس مصر بس كمان على نهاية اتناشر قمة مؤكدة في الدوري في الاسبوع الرابع وللتنين لو لعبوا الكاس حيبقى فيه مباراة سوبر حيبقى فيه مباراة السوبر المحلي الاهل بطل الدوري الزمالك حتى لو طلع تاني في الكاس هو حيلعب الاهل في السوبر المصري فعشان كده بقول لكم الناس اللي بتاخد ببرايات القمة بتوتر وشد عصبي اتعودوا على انه مش هتبقى مرة هتبقى اربع مرات في خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله دي قرعة الدوري اللي هيستهل الاهل الاسبوع الاول فيها مع مصر المقصة والاسبوع التاني هيلعب مع غزل المحلة والله زمان يا محلة الاهل هيلعب المحلة في الاسبوع التاني ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك في الاسبوع الرابع ويستمر الجدول لنهايته ممكن سيراميكا كيلو بطرة للضيف الجديدة على الدوري لأول مرة هيلعب الاهل في الاسبوع السادس الاهل هيختتم الدوري ختم صعيدي هيبقى معها اسوان في الاسبوع السبعتاشر هيلعب الخامس السادس قلتلكم مع السيراميكا كيلوباترا السابع مع الانتاج الحربي التامن الاهلي والاهلي الاهلي مع البنك الاهلي والتاسع مع المقولين العرب العاشر مع بيرامدز في الاسبوع الحداشر هيلعب سبوها وبعدين يلعب الاسماعيلي ويلعب وفي الاسبوع الاربعتاشر هيلعب طلايع الجيش وفي الأسبوع الخامس عشر هيلاعب المصري البور سعيدي أما الجنح هيبقى في الأسبوع السبتاشر والأخير زي ما قلت لكم ختم سعيدي للدوري الأهلي مع أسوان يبقى الأهلي بيبدأها بالمقصة ويتاني بالفلاحين ويختم مع الصعيدة ده جدول الدوري تقريبا ما فيهوش كتير اختلاف عن جدول السنة اللي فاتت بالزاد في مباراة القمة ناتبة في الأسبوع الرابع لكن كان الجديد بتاع اللورعا النهاردة أنه اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكرة أسندت إلى الكابتن مازم مرزوء رئاسة أو إدارة لجنة المسابقات اتحاد الكرة الحالي اللجنة الخماسية آخر حاجة لها نهاية الشهر الحالي معرفش أنت بتعين مع كل الاحترام والتدير للكابتن مازم مرزوء عشان يدير طيب ده اللوجو الجديد شعار المسابقة الجديد لكن زي ما بقول لكم مؤكد أنه يبقى فيه توافق على مين اللي حيكمل سمعت الكابتن محمد فضل قال أنه مازم مرزوء الرجل من السنة اللي فاتت هو متعاون معهم ولما طلبت منه حاجات كتيرة جدا في وضع الجداول كان متعاون مع الاتحاد لكن زي ما بقول لكم المجلس نفسه بتنتهي مهمته نهاية الشهر لما بيعين حد دلوقتي احنا تعودنا أنه كل مجلس وهو بيقدي أو بينهي مشواره كل اللجان المسؤولة فيه بتستقيل وبتدي فرصة للمجلس الجديد المنتخب أنه يشكل كوادره ولجانه شفنا العكس مجلس بيمشي بيعين مدير للمسابقات لكن مؤكد أنه الفراغ اللي ترك في لجنة المسابقات دفع الاتحاد أنه يعين مازم مرزوء رئيسا للجنة نتمنى أن نحن نلاقي ضوابط كتيرة نتمنى أن الجدول يلتزم نتمنى أنه الموعيد تحترم من الجميع علشان فعلا دي مسابقة ممكن المهانس عدل أشار لها في الأول أنه نحن عندنا كورة بجد عندنا مسابقة قوية بجد عندنا مسابقة بتنتج في رئتين يلعبوا نهاية أفريقيا عندنا مسابقة فيها من اللعبة ذات الكفاءة اللي بتتخرج واحد ومحمد صلاح طلع منين طلع من هذه المسابقة أنه يوصل ينافس على أحسن لعب في العالم طلع من هذه المسابقة مزيد من الانضباط مزيد من الالتزام مزيد من الاحترام مزيد من الوضوح مزيد من الإجراءات السليمة جدا والعدالة الكافية هنروح في حتة تانية ونتمنى أنه الأستاذ عمر الجنيني قبل ما يسلم ورقه ينتهي من إنجاز مشروع ربطة الاندية المحترفة هنرجع لنقطة الصفر يا باش مهندس هاني لو سمعت اللي اللي حواليك وقالوا لك بلاش الربطة وطلع الحاج محمود الشامي قبل كده وقال كل ما بنوصل لنقطة معينة عشان نعمل ربطة الاندية المحترفة المستقلة الناس اللي مع المهندس هاني بريدة تعطلها على أساس أنه الإبقاء على البطولة في إيديهم هي دي البقرة الحلوب مسابقة الدوري اللي بيعيشوا عليها واللي بيتعايشوا من خلالها واللي بيتم منها التواصل مع الأندية وتوزيع الشكات لا دي مسابقة محترمة في دولة عريقة جدا كرويا العالم حوالين مننا كله بيتطور وبيتقدم مش حينفع نفضل عند النقطة دي انت زي ما الأستاذ عمر الجنيني شفته مع الزميل أحمد موسى بيشرح فكرة الربطة وبيشرح اهتمامه بإنجازها نتمنى إنجاز هذا المشروع عشان ما نعودش دايما وأبدا في اتهامات لا للمهندس هاني ولا لأي لرئيس الاتحاد المسابقة ليها أطراف في مجلس منتخب من الربطة من الأعضاء من النقطة الثمنتاشر كل نادي ببساطة جديدة جدا كل نادي في المسابقة بيرشح شخص من عنده من بره مجلس إدارته الثمنتاشر بينتيخبوا مجلس في خمس أشخاص ده مجلس إدارة الربطة اتحاد الكرة بيعين اتنين الرئيس يكون من الخمسة المنتخبين مش من الاتنين اللي من الاتحاد يدير المسابقة بكافة أطرافها بقى كل تفاصيلها مسؤولية هذه اللاجنة لا حيتقال الاتحاد الفلاني جامل للنادي العلاني ولا مش عارف الاتوبيس الفلاني ما وصلش والمباراة ظروفها عايزة تتأجل وندخل في المشاكل بتاعت كل سنة اللي ما بنتعلمش منها ولا بنخرج منها خلي اللاجنة الدير توزع حقوق البس بتاعتها توزع كل الحقوق التسويقية الخاصة بيها والدير مسابقتها وجدولها والاتحاد بعد كده مجلس دارة الاتحاد عنده مهام ضخمة ومهام كبيرة سواء خاصة بالمنتخبات الوطنية خاصة بمسابقات النشئين خاصة ببطولات الهواء خاصة بالارتقاب التحكيم امتشار اللعبة مهام كبيرة جدا يتفرغ لها اتحاد الكورة نتمنى انجاز هذا المشروع لكن زي ما قلت لحضراتكم احنا في مكانة كويسة احنا محتاجين ناخد دالنا دي مسابقة كويسة بتفرز بتفرز النادي الاهلي وانت ليه عايزين بتفرز النادي الاهلي بوصوله الى قمة انديت العالم في القرن الواحد وعشرين الاهلي في القرن الواحد وعشرين في البطولات هو نمبر ون انتم متخيلين انه جائزة كبيرة زي جائزة مجلس دبي الرياضي لجواز جلوب ساكر في عشرين عشرين جلوب ساكر في الامارات الجائزة العالمية عايز يعمل تصليفات او اختيارات او جواز لأفضل نادي في القرن الواحد وعشرين افضل نادي حتى الان افضل نادي في العام الحالي عشرين عشرين يعني في جواز خاصة بعشرين عشرين وجواز خاصة بالقرن الواحد وعشرين خدا الان بمناسبة مرور عشرين سنة من هذا القرن فييجي النادي الاهلي في مقدمة الاندية اللي بيتم التصويت عليها ضمن ابرز الاندية في القرن الواحد وعشرين الاهلي مصدر فخر وطنه وجمهوره بيتنافس مع برشلونة وريال مادريد والباير الميونيخ واليوفينتوس وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جرمان على جائزة افضل النادي في القرن الواحد وعشرين ولو افتكرنا عدد البطولات اللي تحققت في القرن الواحد وعشرين قريا ومحليا هتلاقي الاهلي رقم واحد لكن التصويت من اللاحية الجماهيرية واللاجنة اللي مشكلها مجلس جائزة دبي هو اللي بيصوت سواء على جوائز العام او جوائز القرن الواحد وعشرين محمد صلاح بينافس على جائزة افضل لعب هذا العام ونجوم كتار برضو دخلين في جوائز سواء احسن مدرب او احسن لاعب او احسن فريق نتمنى ان شاء الله تعالى انه النادي الاهلي يكون التصويت الجماهيري وايضا تصويت الاعضاء اللاجنة المشكلة تكون في صالح الاهلي ومحمد صلاح باذن الله ده زي ما قلتلكم الخاص بهذه الجائزة العالمية الكبيرة اللي نتمنى باذن الله تعالى الاهلي يكسبها ومحمد صلاح يفوز بيها لكن زي ما انا قلتلكم حتى بالنسبة للمدربين افضل المدربين خلال القرن الحالي سير اليكس فيركسون بينافس ديل بوسكي وجوارديولا وانشيلوتي وديشام ولوف وجوزي مورينيو وسكولاري ومارشيلو لبي اسماء تقيلة جدا زين الدين زيدان بينافس على جايزة افضل مدرب هذا العام لكن محمد صلاح عنده منافسة كبيرة جدا نتمنى انه التصويت يكون في صالحه وفي صالح النادي الاهلي ونتأكد ان احنا عندنا كرة بتنتج نجوم عالمية ونادي بقيمة الاهلي مصدر فخر وطنه وجمهوره هنطلع على فاصل وبعض الفاصل كلام مهم جدا في الغربال اهلا بحضراتكم من جديد قلتلكم من بدري انه كل الكلام على مسحة كورونا وعلى اللعيبة ومين اللي حيدخل ومين اللي حيخرج ومين مش هيقدر ومين ايجابي ومين سلبي حديث الناس كلها في الفاصل لقيت رسالة ملحة جدا من الصديق العزيز السفير عزة باسيوني في لندن بيقول لي ارجوك طمنا على الشناوي لانه الناس هنا كلها شافت اخبار في بعض المواقع ان الشناوي انباء عن اصابته بكورونا محمد الشناوي حارس له عايز اقول لكم دلوقتي واحنا بنتكلم الشناوي بيتمرن في الملعب في الفاصل كلمت الصديق العزيز جمال جبرو مدير ادارة الاعلام في النادي قال لي انا بالصدفة موجود في الملعب بتفرج على التمرين والشناوي بيتمرن فشفته فابركة بهدف اثارة الناس ومحاولة هز الاستقرار واصل الفين للأسف ده بيتكتب في مواقع ومواقع خاصة بجرائط كبيرة لكن الغرض مرض مش كورونا الغرض اشد من كورونا للأسف ربنا هيش في الجميع ويطمن كل الجماهير عن كل اللعيبة تمنين الشفاء للعيبة الزمالك زي لعيبة النادي لان احنا في النهاية يا جماعة هذه مناسبة رياضية دي مباراة صحة الناس وحياة الناس قبل اي حاجة وما تستحقش ابدا المباراة مهما كانت بطولتها او اهميتها او مناسبتها ان احنا نتمنى حاجة سيئة لحد ربنا يشفي كل لعبتنا جميعا ويشفي الناس كلها باذن الله تعالى من هذا الغرض المرض وعشان كده في كلام مهم جدا حطينا هولكو في الغربال الغربال مسألة مهمة جدا فكرة سعيد وعدلة عمر خلينا الاول في عدلة عمر ودائما وابدا الاسادزة الكتاب الكبار لما بيبصوا للمشهد الرياضي وهم من بره بفكر مختلف برؤية مختلفة بتشخيص مختلف بيكون رؤيتهم ادق شوية من النقاط الرياضيين المغموسين في قلب الموضوع بتفصيلاته فالمشهد من بره بيبدو لي الناس اصحاب الرؤية المختلفة يقدر يرصد حاجات معينة فيه في مقالة مهمة جدا في الاهرام كتب الكتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر مقالة مهمة هذه الايام الذين افسادوا كرة القدم الذين افسادوا جمهير الكرة اذا اذا كنا بنحمل الجمهور المسؤولية استعرض الجمهور في الغالب تابع على حالة ومناخ مسيطر بالتأكيد هي نتيجة افراز مناخ عام ومناخ مسيطر الا قلة من الجمهور المتطرفة يعني في قلة من جمهور كل نادي نبيل عمر شايف بالقوانين وتطبيق القوانين لكن بيقول الا البقية او الاكثرية من الجمهور فهم بشر طبيعيون جرفتهم ادوات الاسارة والشحن الى ملعب التعاصل وتكمن المؤثرات السلبية في عناصر سلاسة قيادات غاوية اعلام وشهرة قيادات رياضية غاوية اعلام وشهرة شاء الحظ التعس وظروف المجتمع ان تصل الى مناصب رفيعة في اندياتها لعبون خارجون على احترام حكام الملعب ويعترضون عليهم بشكل واقح دون رادع دول اللي بفسدوا الجمهور ودايما وابدا يقول لك شرارة الجمهور بتيجي من الملعب اللعيبة اللي بتعترض على الحاكم عن ملعب البطال وبتوسيء استخدام علاقتها بالحاكم بيبدي رسالة مباشرة كانت للمدرج دلوقتي للبيوت والسوشيال ميديا فتبدأ عملات التقطيع في الحكام ده نبيل عمر شايف انه فيه سلطات او قيادات رياضية للأسف تسللت الى مواقع القيادة الرياضية ما كان لها ابدا لو فيه الضبط والربط اللي بتكلم عليه نبيل عمر كانت وصلت لكده شايف ان دول المغز المباشر للجمهور وده تشخيص اللي بتعترض عن ملعب وبطال على الحكام وتحرض عليهم في الملعب هناك زي ما بيقول نبيل عمر لعبونا قدامة يعملون على الثقر من النادي المنافس لأسباب كامنة في نفوسهم تجيبوا واحد كل هم وانه يطلع يقول لك استنى بكرة للأهلي عشان مشي من الأهلي او عشان يغازل للزمالك او علشان يستفيد من هنا او يحقق مصلحة من هنا يسيل للطرف الاخر تستوي المسألة انه يسيل للزمالك او يسيل للأهلي ما هو اللي بيسكت على لاعب سابع بيسيل للنادي لأهلي عشان يخطب ود الزمالك ما بيخدش باله انه هذا السكوت لعب اخر بنفس الشكل وبنفس الشخصية وبنفس الزهنية وبنفس الاخلاء بيسيل للنادي الزمالك عشان يخطب ود النادي الاهلي في الحالتين فنبيل عمر بيقولك نتعامل مع اصل الموضوع الكل يحترم الجميع يمفيد قواعد ضابطة وحاكمة وبيقول نبيل عمر لأسباب كامنة في نفوسهم وهم اقرب للمرضى النفسيين ويغازلون مشاعر الجماهير من باب النكاية والمكايدة ويتحدث عن انفلتات كثيرة جدا من اعلاميين ايضا هي دي الفكرة اللي نبيل عمر بيتكلم فيها ان دول افساد الجمهور طب نعمل ايه احنا عندنا الاهلي والزمالك بيقولكو حديث العالم العرب وافريقي كله ان كله باصص للكرى المصرية نظرة احترام انه منها فرقتين بلعبوا نهائي دور الابطال وده اللي خلف في الاهرام ايضا الصديق العزيز والكاتب الصحفي اشرف محمود يقول الاهلي والزمالك عينان في رأس الكرة المصرية بصوا القيمة واشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعرب للثقافة الرياضية يعني يدرق قيمة ومكانة الاهلي والزمالك مع بعض دي مسألة كبيرة جدا لفت من نظر لها النقد الرياضي الكبير لأستاذ سامع الفتاح في المسأ وسامع الفتاح او الأستاذ سامي مع حفظ الألقاب عض لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي فكلامه مهم جدا وهو رخر بيشخص انه من المخاطر الحقيقية الجاري ولا الترند وبقول دي جائحة تشبه جائحة كورونا هذا اللاهث وهذا التهافت على ركوب الترند على حساب اي حاجة بالإساءة للكينات وبالإساءة للأشخاص وبالإساءة للقيم نفسها طيب وبعدين طريق الأدور كمان في الجمهورية رصد الأهل والزمالك في ميزان أفريقيا وقال إنه اللقاء القادم هو الذي تبزل فيه الدولة جهدا كبيرا من أجل زاوية جديدة لأهمية كرة القدم في توحيد الشعوب وبس الروح الرياضية من أجل الهدف الأول للرياضة بشكل عام عندنا فرصة نحن نرتقي عندنا فرصة نحن نلعب ضربة بداية كبيرة جدا لإصلاح حاجات كتيرة قوي عشوائية في الكرة المصرية صدقوني ده اللي خلى نقد رياضي كبير من الرعيل الأول والناس اللي هي ذات المرجعية الحقيقية في كرة القدم والرياضة المصرية والنقد الرياضي الأستاذ سعيد وهبة نقدنا الكبير الأستاذ سعيد وهبة شفتوا النهاردة كاتب تويتا مهمة جدا من خلاله أنا بقول إن دي مبادرة كويسة أوي ياريت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتبناها بيقول الأستاذ سعيد وهبة في تغريته لمحاربة التعصب اقتراح عاجل للدراسة قبل القمة الأفريقية جائزة لللعب النظيف والروح الرياضية هل يتبنى الدكتور أشرف صبحي الفكرة ويشكل لجنة لمنح الجائزة للفريق الذي نال لعبه أقل عدد من الإنذارات والفاولات في نهاية أفريقيا بالله والزمالك وأن تمنح الجائزة لأفضل اللاعبين الذين تحلوا بالروح الرياضية خلال المباراة وأن تكون للروح الرياضية تقدمها الدولة للرياضيين لتعظيم قيم الروح الرياضية وتكريس اللعب النظيف في الرياضة على غرار جوائز الدولة التقديرية والتشجعية في العلوم والفنون والأداب إزاي؟ إزاي الفكرة ممكن تتعامل؟ دكتور أشرف صبحي كل يوم الراجل في مكان إعلامي في موقع معين شوية في الوطن وشوية في المصر اليوم وشوية بيجوب كل المواقع الإعلامية والصحفية علشان الإسهام في مبادرة نبذ التعصب يا ما مبادرات اتعملت وأكم يعني أنا شخصيا قريت وكتبت بقالات كتيرة جدا جدا في نبذ التعصب بس اللي قاله نبيل عمر واللي بيطرحه سعيد وهبة هي دي الفكرة اللي لازم مزارة الشباب والرياضة تتبنى زي ما أنا عندي جائزة سنوية تشجعية فيه جائزة تقديرية وجائزة تشجعية في الفنون والأداب والعلوم ووووو ليه ما تبقاش عندي جائزة رياضية تقديرية وتشجعية بيقوله الأستاذ سعيد وهبة الجود ستارت ان احنا البداية الكويسة قوي نبدأها من خلال الأهل والزمالك مباراة مرتقبة جدا مباراة كلنا عايزين تخرج في المستوى اللايق مباراة عايزين تقدم مصر والكرة المصرية في الصورة المناسبة لها كلمت الأستاذ أشرف محمود الصديق العزيز ورئيس الاتحاد المصر للثقافة الرياضية الحقيقة عنده اسهم كبير في الاتجاه ده قال لي احنا كان بمناسبة اليوم العلامي للتسامح طرحنا الفكرة والفكرة قيد الدراسة ده شي رائع كويس ان الأفكار متلقية ما بين أشرف محمود والتسامح الرياضي والثقافة الرياضية وما بين الأستاذ سعيد وهابة بفكرته ومبادرته اللي من خلالنا بنناشد الناشد جدا والدينمو الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة زي ما بيقول سعيد وهابة يشك اللاجنة ويرصد جائزة ما عندك شكتر من كده قول انه فيه جائزة مالية للفريق اللي حيكون عنده التزام بالروح الرياضية من خلال 3-4 بنود ممكن الناس تتكلم في يوم وممكن جدا يشك اللاجنة تضيف لكلامنا أكتر الأقل حصولا على الانذارات الفريتين الأقل اعتراضا على قرارات الحكام لو تساوه يبقى الأقل ارتكابا للأخطاء مين تحسب عليه فولات أقل لأنه الفول بيبقى في الغالب نتاج احتكاك أو أذى أو إعاقة أو 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 الحق ضرر وبنشوف شوف للعيب متخلف مرة طلع قال لك أنا تعمدت ضرب لاعب تعمدت ضربه سمعتوا الكلام ده بنكلم على روح الرياضية وانت عندك لعيب يطلع في برنامج وقول لك أنا تعمدت إذاقه يعني وصلنا للمرحلة يعني وصلنا للمرحلة دية نتمنى أنه تعزيزا للروح الرياضية انقاذا لصورة الكرة المصرية وكضربة بداية مهمة جدا من خلال دور أبطال أفريقيا النهائي الفرقتين اللي هيكسب هيروح كأس العالم للأندية فلو أنت جيت قلت أنا هعمل جائزة مالية بقيمة كذا وتوزع فقط على اللاعبين اللي شاركوا في المباراة كحافز مباشر كحافز مباشر أنت قلت الجائزة مثلا بقيمة كذا خلاص الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة هتمنعها من خلال اللجنة اللي هتتابع وهترصد وهتحلل وهتقيم النادي الأهلي كان الأكثر التزاما خدم أنظرات أهل محتاجش لعبوه على الحكم ارتكب لعبوه أخطاء فأولاد أقل يبقى هو اللي يستحق أو الزمالك أيهم انت هنا بدت رسالة مباشرة للعب حتلتزم حتاخد فلوس مدام بنتكلم في الاحتراف حتلتزم وتنضبط وتحترم قرارات الحكم وتحترم المنافس وتقدي باللعب النظيف وبأخلاق الملاعب هتاخد جايزة هتكسب فلوس وفي نفس الوقت الجايزة أو المبلغ المالي الموجه هو في حد ذاته عقاب لللاعب الغير المنضبط انت كده زي ما بتكافي ده بتحرم التاني فده عقاب بشكل مباشر لللاعب المتجاوز انك حرمته من فلوس اديته للطرف التاني وبيستشد حتى الأستاذ سعيد وقب لما تكلم معايا بواقعة في تماني موسم تمانية وخمسين تسعة وخمسين الآلو الزمالك رأفة تعطية وقع على رقابته فتعور وتنقل للمستشفى كان اول حد راح له المستشفى كابتن مختار تيتشو كابتن صالح سليم وكابتن طه اسماعيل والكابتن طارق سليم وكابتن رفعة الفناجيلي زي ما كتب الوسائل سعيد وحبة كابتن مختار تيتشو ولعبت النادي الآلي هم اللي راحوا لكابتن رأفة تعطية المستشفى يسألوا عنه وريح له مختار تيتش عشان يقول له انت وقعت عشان جيت تعمل دابل كيك غلط فوقعت على رقابتك بيشرح له ازاي ممكن يعمل دابل كيك وينزل على ايديه من غير ما يعرض رقابته او جسمه للخطر يعني حتى مختار تيتشو ونجوم الاهلي مش راحل لكابتن الزمالك بس عشان يوسوه او يتطبنه عليه لا ده كمان بينصحه ازاي تتفادى خطأ زي ده هي دي علاقة الاهل والزمالك وهي دي قيمة الاهل والزمالك احنا ليه دايما وابدا بنتكلم على الماضي على انه ده الزمن الجميل هو ليه الزمن ده ما يبقاش جميل ما انت عندك كل الفرص انك تبقى اجمل من الماضي كمان عندك انتشار كبير جدا عندك النظام احترافي عالي جدا عندك مسابقة بقت لها قيمتها الخارجية ليه ما نبقاش افضل من الزمن الجميل او اجمل من الزمن الجميل محتاجين نشتغل ومحتاجين مبادرة زي مبادرة سعيد وهبة وعدالة زي عدالة تشخيص نبيل عمر تكون محل اعتبار واهتمام لصالح الكرة المصرية نطلع لفاصل لكن بعد الفاصل الناس تانية هتتمسك من عدمة لسانها أهلا بحضراتكم من جديد شفنا تشخيص الأساس نبيل عمر وشفنا مبادرة الأساس سعيد وهبة وحط نالكه ده وده في الغربال وأعتقد شفته قيمة ما تم طرحه لكن هناك كلام كتير جدا بعض متلسانه لو ده مستفزة يبقى ده اسمه ايه بقى حتشوفه وإحنا بنسأل على الجمهور زي ما نبيل عمر قال إيه اللي وصل جماهيره الكرة لكده إيه اللي أفسد جماهيره الكرة إيه اللي خلى إن احنا نقعد نتكلم وننظر ونتهم جماهير السوشيال ميديا وكنا بنتهم جماهير المدرج وما بناخدش بالنا إن احنا كلنا بنقدم لهم هذه الوجبة الفاسدة بعدم العدالة فاكرين الحاكم محمود عشور في مباراة للأهلي والكابتن حسام البدري أهود فضله كابتن حسام البدري مدير الفن للأهلي بصوا محمود عشور أخد على حسام البدري إنه بصر له نظرة يعني فيها مش عارف نوع من الاستهجان ما تبصليش كده وطردوا بمجرد النظر وأنا فاكر كويس إن احنا هنا في ملك وكتابة لومنا لكابتن حسام البدري على نظرته أهو تفضل امشي بره اطلع بره علشان انت بصت للنظرة دي بصوا الحوار الصمت والناس كلها قالت لا البدري نظرة عينيك دباحة ما كانش صح أبدا تبص للحاكم النظرة اللي فيها هذا الازدراع بقول لكم احنا هنا في ملك وكتابة قلنا لكابتن حسام البدري ما كانش صح وكلنا صدقنا إن الكابتن محمود عشور أو أي حاكم المفروض يكون فعلا على هذا القد من الاحترام إنه ما حدش يبص له نظرة فيها أي نوع من تقليل من قيمته وشأنه ده سيد الملعب ويوم ما نرجع نقول السيد محمود عشور هنعرف إن احنا رجعنا للخانة الصح لكن لما نلاقي الزمالك بيلعب مع افسي مصر ولعب الزمالك مصطفى محمد ماسك الحاكم نفسه اللي استفز من النظرة ماسكه بهذا الشكل اعتراضا ومنعا لقرار وقلوه للحاكم عشان بنتكلم على الزواجات المعايير وبنتكلم على إشعار الجماهير كلها بالعدالة قلتلكم أنا شخصيا لمت حسام البدر على نظرته بس أقول إيه للمحمود عشور في اللقطة دي أقول إيه لكابتن وجيه أحمد رئيس لجمة الحكام المحترم في حاجة زي كده قيمة الحاكم بقول لكم ضد نظرة الكابتن حسامة أو أي حد أي نظرة يفهم منها التعالي أو الازدراء أو النظرة اللي ممكن ما تحملش معاني طيبة مرفوضة لكن قلولي بقى لما يتمنع حاكم من قراره بالشكل ده بالإيد والاحتضان احنا مش صحاب احنا ممكن نهزر برا الملعب احنا ممكن نقعد مع بعض لكن السيد الحاكم في الملعب ما يتعملش معاها كده لو كانت نظرة حسام البدر المستفزة حركة مصطفى محمد يبا اسمها إيه لكن هتروحوا بعيد ليه وإحنا بنلوم الجماهير على مشاعرهم أو على تصرفاتهم نبيل عمر قال لك ما هي جاية منين جاية من أداء إعلامي كتير جداً ما بيرعيش معاييره انتو متخيلين لو سألت أي واحد ايه أفضل لحظة بلاش لو سألت مشجع في الزمالك ايه أكتر لحظة فرح تثيع في حياتك الطبيعي جداً لما خاد بطولة أفريقيا أو لو عنده لحظة نادي الزمالك عنده لحظات مضيئة كتيرة على رأي المعلقنا الرياضة أي من الكاشف عنده لقطات مضيئة كتيرة يفخر بيها ويسعد بيها جمهوره لكن لما يبقى في حد مثقف والمفترض أنه راجل على وعي بقيمة الأستاذ جمال العد يتسئل عن أسعد لحظة في حياته كمشجع زمالكاوي متشدد زي ما هو بيقول تكون أسعد لحظة في حياته ايه نسمعه متى بكيت حزناً أو فرحاً في مبرارة الزمالك كتير أنا صغار كنا بنعيط عشان ما نكذبش يعني وإنت كبير في مطش لا معيط لا هموت بقى ده ممكن أقولك هموت مطش يعني قولي مطش أكتر مرة فريحتي بها في حياتي وحب أبايخ لو قلت لأ ليه يعني لما الآله اتغلب تلاتة واحد منك بالسحيلة كسايد جداً لما تغضر والله تخيلوا رجل واعي ومثقف وزمالكاوي أصيل أسعد لحظة في حياته لما الأهل اتغلب من نجم الساحلة تلاتة وبعدين بقيت اللقطة لما خلد الغندور بيقوله بس ما الحكم هم طلعوا قالوا أن العرجون الحكم ظلامهم قالوا لا 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 سيبك من الكلام ده ما كان جميلهم هنا جميلهم هنا ده أصلاً جمال ده 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 عبد الرحيم العرجون المباراة القاهرة ده الأهل اتظلم هناك المباراة في القاهرة وهذه اللقطات اللي أنا بقول لكم اللي الأهل والعدالة دهسوا في هذه المباراة من عبد الرحيم العرجون اتفضلوا بصوا ضربة الجزاء الغريبة والعجيبة اللي ما تحسبتش لأبو تريك شوفوا حادث الدهس اللي حصل لأحمد شديد إيناوي الكلام ده في القاهرة اللي بقول لك هم كانوا تجاملوا في القاهرة ويسيبك من الكلام ده شوفوا الخطائين اللي بدربتين جزاء فنسمع إنه أسعد لحظة كانت لما الأهل اتغلب إحنا كده بنقول لجمهورنا إحنا بنغنى على الناس ونقول منع التعصب وبعد كده لغاية تنبارح يطلع الكلام ده بهذا الشكل الغريب والعجيب ونتكلم على الاستفزاز بنتكلم على الاستفزاز مش احنا بس الحياة الزميل العزيز الإزاعي أحمد عبدالهادي في راديو مصر الرأي كمان في هذه الظاهرة نسمعون قبل موجهتهم يوم الجمعة الجاية في نهاية دوري أبطال أفريقيا بالمناسبة المباراة دي إحنا لا هنكل ولا هنمل في دعم مبادرة لا للتعصب في ناس تانية بتحاول تمشي في الاتجاه المعاكس بكل قوة وعزيمة ومش عارف ولا فاهم ليه يعني خرج علينا الأستاذ جمال العدل بتصرحات كلها أسارة وتعصب الغريب بقى أنه مفترض من الطبقة المثقفة في المجتمع لكن أنه يطلع في التوقيت ده وبالتصرحات الغريبة دي يبقى حضرته مش مستوعب خطورة التوقيت وأستاذ جمال حب ودعم نديك كما شئت لكن إنك تكون سبب في نشر التعصب والاحتقان بين الجماهير وفي الوقت ده فده مرفوض تماماً ولو مش هتقدر تتكلم بكل روح رياضية ولو مش هتقدر تدعم مبادرة لا للتعصب ما تطلعش في التوقيت ده في ناس تعودت على الخروج عن النص وهم نفس الناس اللي دعوك للظهور وهم نفس الناس اللي كانوا عايزين يسمعوا التصرحات دي هو لو يعني كان خرج أستاذ جمال العدلة أو غيره من جمهور نادي الزمالك أو من جمهور أي نادي وتكلم عن عظمة وتاريخ نادي هيحصل حاجة هو لازم يعني يجيب سيرة المنافس وإحنا عارفين إن الكلام ده بيزيد من حدة التوتر وحدة التعصب الموجودة هو يا جماعة اللي بنقول ده صعب والله العظيم ما صعب والله العظيم ما صح يعني تقدر تتكلم بقولك عن عظمة ناديك وعنده من التاريخ العظيم ما يكفيك إن أنت تقدر تسعد جمهورك لكن وإنت بتقول ده للجمهور وإنت بتجاهر بهذه المشاعر السلبية والشماتة في حق نادي كبير وعظيم بحجم النادي الأهلي منتظر من الجمهور التاني إيه بجد منتظر من الجمهور التاني إيه وبعد كده فكرة أصلا أنا اللي على اللي في قلبي على لساني أصلا أنا محبش هنافق أصلا أنا حب أقول للأعور أنت أعور في عينه المقهولات المتدولة في تبرير مثل هذه السلوكيات إن أنا أجاهر أقول للشماتة بهذا الشكل ده مش سلوك أبدا ده مش احترام لمشاعر الآخر دي مش قيم رياضية ده مش تهزيب لسلوك الجمهور ده مش احترام للروح الرياضية ده مش أي حاجة خالص كويسة خالص وزي ما قالها أحمد عبدالهادي هل في هذا التوقيت الآهل كان بيلعب مع نادي تونسي وتظلم من حاجة مغربي كلكو شاهدين وكلكو فاكرين أطلع أقول إن دي كانت أسعد لحظة في حياتي هل ده يعقل طب ما تسمع بمناسبة تونس ما تسمع وتتعلم وتشوف الروح الرياضية بين نجمين بين نجمين في رجاني ساسي النجم الأمهر والأفضل والأبرز في الزمالك وعلي معلول اللعب الأكثر تأثيرا وروعة في النادي الأهلي الاتنين جاينا على طيارة واحدة الاتنين كانوا بيمثلوا منتخب بلدهم الاتنين حاولوا يعلمونا ويعلموك يعني إيه روح الرياضية معلول ما أنا محبوب برشا في مصر عرفت هذا كيما وصلت أول ما وصلت للمصر الحمد لله كيما كاني حكيته فرجاني أنا مشيت كيما كنقبل فرجاني بعمين المست هنا غاديك أحب الناس لكل خطر صعيب كيما قلت أنت في مصر باش ناس تحبك كما تكون عندك فساقيك وعندك أخلاقك أخبر كل شيء حمد لله يا ربي أنا زدا عملت اسم في مصر وخليت ناس تحبني نعرف جمهير زمالك وجمهير المصرية لكل حبتني هذا وراء وهذا في لما كنا في الكان معنا كانت جمهور زمالك شجع فيها لو كان عليه كان موجود معنا أكيد كانت جمهير أهلي بشكل ما تشجع فينا الحمد لله كيجافر جاني كيف كيف جمهير الزمالك حبت برشا كيف كيف همت برشا توانس أخرين قاعدين نشتفتها في البطولة المصرية قاعدين يعملوا في مردود متميز قاعدين يشرفوا في اسم تونس إن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله في الماتش النهائي نعرف علي معلول خوية ذيكا فترة كبيرة لعبنا بعضنا في اسفاقس وفي في المنطقة بالتونسي يمكن عنا فترة كبيرة عن بعضنا نهائي موش يكون يعني مش يكون صعيب برشا نتصور البلدين العربية كل بيش تابعوا التونس ومصر موش يكون سهير لكن إن شاء الله نتمنى أن يكون مناصي بيانا كيد عندك قصة أنت مع الفين السؤال حذب حلمك في عديل مرات من نهائي مع الأهل صحيح مراتين صلنا في نال وما كنتش موجود مع الفريق كنا قراب للتتويج بالقبل لكن ألغى على بذكا هي الكورة فيها الربح وفيها الخسارة لكن إن شاء الله المرة هذه الثالثة ثابتة إن شاء الله صحيح مش يكون دربي ما بين الأهل والزمالك دربي ما بين ينا وفرجاني لكن ككورة معناه مش حاجة أخرين وإن شاء الله الأهل يكون في يوم باهي وإن شاء الله نتوجه باللقبة ذاية اللي تعدينا بلعبنا جمعيات باهين وكنا نستحقوا مش نصلوا للنهاية ذاية إن شاء الله نكونوا أقرب إن شاء الله لللقبة النهاية مش يكون مرحة فينا مش يزل ربيت الأبتال مش يكون تونسي إنهم مش هذك المهم لكن إن شاء الله يكون النسيبيين مية سيلش تسعين في المية دينا عاشر من المية ديكم يا جماعة الروح الرياضية دي احنا مش هنستوردها من عند حد ومش جداد على اللعبة هي دي قيمة وعراقة مصر وهي دي طبيعة وعلاقة الأهل والزمالك الزملة في الاعداد يمكن اكتهدوا مشكورين عشان يفكروا حضراتكم بزيارة وفد النادي الأهلي لكابت الرأو فتعطية نجم الزمالك بعد إصابته في مباراة قمة فضلوا وفد كبير زي ما تقالت وقتها في الجرايد فكري باشا أبازا وكيل شرف النادي ومراد فاهمي سيكريتير كرة القدم عم ولد المهندس مصطفى مراد فاهمي شوف وفد النادي الأهلي وأمين باشا شعير والكابتن صالح سليم والكابتن عبد الجليل حميدة والكابتن رفعة الفنجيل والكابتن طارق سليم ومعاهم الكابتن مختار تيتش اللي بيوري رأفة عطية تقع ازاي عشان تتفادى هو ده الأهلي وهو ده الزمالك مختار تيتش يشرح لرأفة فن الوقوع عشان يتفادى بصوا الروح حلوة ازاي بصوا احنا كنا عاملين ازاي وعلاقتنا الرياضية كانت بين اطرافها عاملة ازاي وهنروح بعيد ليه با احنا عندنا حدث مضيق جدا في القمة كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته مطش مهم جدا حاكم من الاجنابها هيصفر فجأة الكابتن الخطيب قال له بس الراجل بقى مندهش فيه ايه قال له استنى وخدت كابتن حسن عشان يغير شكل الجمهور كله وهتاف الجمهور يتغير كابتن محمود الخطيب افتكر ده مع الاعلامية الكبيرة سعاد يونس عن لحظة حسن شحاته المهمة جدا نفتكرها في صاحبة السعادة لقطة التاريخية اللي بينك وبين كابتن حسن شحاته حايمكن كان لدي الأهل والزمالك ونقنديها كتيرة جدا نجوم كبار جدا في وقت واحد وكل النجوم دي الحقيقة كلهم كل واحد حسن من تاني يعني يعني كنتقول لي حضرت كل وده برضو حاجة لازم ندرسها دلوقتي المحلة المنصورة الاسماعيلية بورسعيد السويس الأهلي الزمالك ترسانة كل دي مواهب كثيرة جدا جدا تروحي في أي ماتش تحسي أنك أنت ماتش مش مضمون يعني كلام ده إلى حد ما قال كان مواهب يعني فاللعيب اللي بيستطيع أنه هو يصل بقدراته يعني بقدراته بمواهبه بأخلاقه بأخلاقه بسكته في الله سبحانه وتعالى يعني في حالك كتير ليه قيمة كبيرة فكنا في مبارا أهلي وزمالك وزمالك بالسنتر هو اللي هيبتدي مواهباتش وإحنا كلنا فيه كل الناس بقى أهلي وزمالك جمهور جمهور كبير جدا طبعا اللي هو جمهور ده بقولك اللي هو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى طبعا طبعا في بعض الناس ابتدت يعني طول الألفاز اللي حسن اللي هو حسن حزولتي كان جمهور اهلي بقى يظهر ولا ايه اه طبعا كان بداي لا جمهورين بداي بس هم طبعا كانوا بينوشوا بعض فلما حصر كده فلسه الحكم لسه حيصفر فروح تجاري راجل حكم استغرب كمان لما دخلت جوه الحكم اجنبي فلما دخلت جوه الدايرة مفهول ما خشش ده هو الدايرة فدخلت فهو بس وستانى ما صفرش فروح تجاري حسن وروح تناهو وقال الجمهور لحلي وبعين رحنا جمهور الزمالك مع بعض سقفنا لبعض وسقفنا لهم وما سقفونا وخلاص كابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاتة روح رياضية حقه الخطيب لجم مصر بياخد حسن شحاتة لجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي زمالك دي الروح رياضية اللي احنا عاوزينها تسود ملعبنا عشان نسعد بأبطالنا الروح دي تشافت تاني حد نار دا؟ والله الروح دي دايما موجودة واللعيبة فعلا نصحاب بعض جدا شفتو كابتن الخطيب هو بيحكي اللحظة نفسها عاملة ازاي وسمعتو كابتن الجويني إبراهيم الجويني عليها رحمة الله المعلق الرياضي الكبير وهو بيقول هي دي الروح الرياضية اللي عايزينها تسود ملعبنا بصوا الكلام كنا عاملين ازاي؟ شوفوا قيمة الكابتن حسن شحاته أتحدى أتحدى أن حد يجيب مرة كلمة موسيقى أو تصرف موسيقى من الكابتن حسن شحاته عن النادي الأهل لا يمكن تسمعها لا يمكن تصدر منه العيبة خالص هي دي النماذج شوفوا كابتن الخطيب بكل حرصه على الروح الرياضية وعلى الاحترام من الجمهور وعلى السلوك وعلى كابتن حسن شحاته عامل ازاي؟ وشوفوا استجابة الجمهور ما هو مين اللي جاي يرفع لهم ايده؟ ده كابتن الخطيب وده كابتن حسن شحاته جمهور الزمالك ما عندوش حد أهم من حسن شحاته وجمهور اللالي ما عندوش حد أغلى من محمود الخطيب فشوفوا تأثير سلوك اللعب على الجماعية كلام ده أنا بربطه لكم كله برأي نبيل عمر ومبادرة سعيد وهبة لو عايزين فعلاً نبقى جدين في عملية محاربة التعصب بنقول لكم الخطر جاي منين أهلاً بحضراتكم من جديد متواصلين مع بعضمة لسانه وزي ما قلت لكم لو دي مستفزة يبادى اسمه ايه؟ يعني فيه حاجات لما بتطعيره ديور لك هستديم مستفزة طب لو اعتبرنا إنه نظرة حسام البدري كانت مستفزة وشقطة مصطفى محمد لنفس الحاكم كانت ايه؟ دي مستفزة ودي ايه؟ تعليقات المسؤولين يطلع أي حد من الأهل يتكلم كلمة لأ أصوى استفزة مشاعر الجماعية وتبدأ تسمع كلمة التراشق مع أنه حتى لعيبة النادي الأهلي سواء القدامة أو الحاليين نادراً لما بتسمع منهم خطأ ونادراً لما تسمع من أي حد منهم إساءة لنادي الزمالك أو لأي نادي هو بيتكلم عن نادي الأهلي بيتكلم عن حبه للنادي الأهلي بيتكلم عن احترامه القيم من نادي الأهلي تزعل أي حد تاني ليه؟ ليه الناس بتبدايق لما يطلع لعيب قديم من النادي الأهلي يتكلم كويس أوه على ناديه يتكلم لأنه ما شافش كل حاجة كويس خد فلوسه بعد ما مشي خد مستحقاته هو بيلعب في النادي التاني زي ما معتزينه قال كل ده بيحصل من لعيبة النادي الأهلي الحاليين والأدام ما بتسمعش منهم أبدا إساءة للنادي الآخر لكن بيديقك قوي أنه يطلع يقول كلام حلوى قوي عن نادي الأهلي ليه؟ ما كله يتكلم عن ناديه بشكل كويس ويحترم الآخر لكن حتى في ذكر الاستفزاز بقى والكلام اللي بصراحة يستفز قوي في أجازة أصدقاء كبار مع بعض بيقدوا أجازة مع بعض كبارة الكبار كابتن حسن حمد الدكتور حسن مصفى كابتن محمود الخطيب والمهندس فرج عامر بيقدوا أجازة مع بعض خرجوا للصيد استادوا سمكة في حاجة في كده؟ استادوا سمكة حد؟ زعلوا حد؟ عدوا المياه الإقليمية لأي حد؟ أصدقاء بقولكم أصدقاء مع بعض أنا لو مجموعة أصحاب خرجنا نعمل أي مشوار مع بعض ده ضد أي حد في إيه؟ ده مستفزل أي حد إزاي؟ ليه أنا بفسر ده؟ بالشكل اللي أنا عايز أقف في مدرج الجماهير وباني أن أنا قوي ضد دول واحد بقيمة الكابتن أحمد سليمان مدرب منتخب مصر لحراس المرمى لسنوات طويلة وكان مرشح رئيس نادي الزمالك يعني الرجل طرح نفسه أنه يبقى رئيس نادي وأنه كمان يبقى عضو في مجلس النواب عضو في مجلس النواب ترشح ولم يوفق لكن لما زميل إسلام صادق برضو تعمد يجيب له الصورة صورة الأصدقاء الكبار الأربعة ومعاهم سمكة نشوف إيه اللي فيها استفز أحمد سليمان صورة تدولت على صفحة المهندس فرج عامر رئيس نادي يسموحة للكابتن محمود خطيب طبعا والكابتن حسن حمدي رئيس نادي الأهل الأسبق والدكتور حسن مصطفى طبعا وهم بيهتدوا أو كانوا بيصطادوا سمك أو يمكن مهندس فرج عامر نشرها على صفحة الخاصة الخطيب وحسن مصطفى وحسن حمدي يعني حليك تعليق عليها كابتن؟ هي صورة يعتبر مستفزة لجميعنا الزمالك ليه مستفزة؟ لأن المجموعة بتتردد أن هم مع أسرع منات الزمالك وهم ليه في أسرع منات الزمالك؟ الكثة الثانية هم هم نفس المجموعة اللي ظهرت في محمد صلاح علاقة شخصية بحفلة سواني بس ابنة تعتقلتين بس ابنة بس الدكتور حسن مصطفى أنا كنت هناك ما كانش موجود أي دا الوحيد ولا فرج عامر ماشي يعني بس في والمؤنس فرج عامر الكاس العالم اليد برضو نفس الكثة أخذ بالحقيق إحنا مش عايزين آه العلاقة الشخصية تظهر والعام العام يظهر لأ العلاقة الشخصية دي خليها على جنب عدم إظهارها للرأي العام وقبل حضرتك لأنها طبعا النهاردة مصار تعريق من الزمالكوي يعني فهم احترام اليوم والناس كلها بس ما يعني هم رموز في الناي ومن حقهم أن هم يمرشوا حياتهم الطبيعية العادية أسألك حاجة واحدة كان فيه إحنا في القرون تعارف كان فيه بعض الجروبات كان لها دور في الإدارة زي ناس الوقت بتفكر في نادي طلع جديد بيديروا الرياضة أخذ بالحقيق ما دور دو هبقى ليهم دور يعني أخذ بالحقيق لأ العمل العام بقى فيه ناس مسؤولة في البلد ما فيش حاجة اسمها شلالية في الرياضة في حاجة قوانين وقوائد تنظم العمل للرياضة الكلام ده بجد الكلام ده بجد فيه واحد استفزته صورة فيها أربع أصدقاء قلولي هو الراجل قال أصدقاء دي مستفزة الجمهور نادي الزمالك ليه؟ 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 مطلوب منه أن أنا أستأذن سيادتك قبل ما تصور مع أصحابي؟ أصدقاء كبار مع بعض يقول لك أصدقاء دولي اللي كانوا في حفلة محمد صلاح طب ولياكن انت مالك إيه اللي فيها؟ ليه اعتبرت أن هم في أجازة مع بعض فدول شلالية ضد نادي الزمالك نادي الزمالك محترم وكبير بس هو الكابتن حسن حمدي ما اجتمعش مع الدكتور حسن مصطفق إلا لا يمدي ده أصدقاء عمر كابتن الخطيب مع الدكتور حسن والكابتن حسن المهندس فرج عمرو هو صديق عزيز ليهم جدا مطلوب منهم عشان يطلعوا أجازة يستأذنوا منسياتك عشان ما تبقاشوا الصورة المستفزة؟ مطلوب أنهم ما يقضوش حياتهم الخاصة بأي شكل عشان أنت ما تفهمش إن فيها استفزاز ليك؟ أقول لك لا أصدقاء فيه فرق بين العمل الخاص والعمل العام إيه علاقة العمل الخاص والعمل العام؟ الدكتور حسن مصطفق ده رئيس الانتحاد الدولي في أجازته كابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي كابتن المهندس فرج عمر رئيس نادي سموحة والكابتن حسن حمدي الرجل اعتذر للعمل الرياض العام ليه نصدر اللي أنت بعدها للجمهور؟ ليه علشان أنا أحاول أقرب من الجمهور فأمشي في نفس الوتيرة اللي غيري ماشي فيها واللي غيري بيرفض إن الناس سيبع علاقتها كويسة مع بعض قولي تفسير إنه إن دي غلط أو إن دي مستفزة أو إن دي تتعرض أو إن أنا أقول للجمهور الناس دولة إذا ألتقوا يبقى ضد نادي الزمالك ليه؟ مطلوب مني إن أنا أستأذن فعلا قبل ما قابل أصحابي عشان سيادتك ما تستفزش؟ طرح غريب وعجيب جدا بجد غريب وما ينفعش يطلع من حد رياضي زي كابتن أحمد سليمان إذا كان الجمهور بتاع الجروبات اللي هو بيقول عليها دي حاجة ده جمهور أنت كراجل رياضي هو أنت لو تقابلت أنت وكابتن حسن شحاتة وكابتن إسماعيل يوسف كنت في جهاز واحد لفترات طويلة مثلا في منتخب الشباب وبعد كده أنت كملت مع كابتن حسن ومعاك وكابتن حمد سيدي وكابتن شاوي غريب لو تقابلت وخرجت واصطدت يا سيدي فرخة ولا ديك حد هيقول لك أنت كده بتستفز جمهور الآلي ليه؟ ليه أن أنا أصدر للجمهور هذه الانطبعات السلبية عشان الناس تطلع تشتم وما أنا بقول لكم إحنا بنقدم للجمهور السوشيال ميديا الطبخة السودة دي بكل ما فيها من توتر بكل ما فيها من إساءات بكل ما فيها من مشاعر سلبية ونبدأ نلوم الشباب الصغير اللي نبيل عمر قال لك مين أفسادهم؟ أفسادتهم مثل هذه السلوكيات وهذه الانطبعات لكن بالرغم من ده في ناس كبار بتحاول تلم في ناس كبار بيحاولوا يجمعوا الرموز الرياضية مع بعضيها كابتن ميران كان فياني حارس مرمى الأهلي في الستينات واحد من نجوم الكرة الفلسطينية الرجل الفلسطيني كان المستشار السياسي اللي ياسر عرفات لكن دايماً وأبداً في إقامته في مصر حريص على التواصل مع نجوم الكرة المصرية كلهم لمة الكبار بقى قبل الأهل والزمالك حرس عليها كابتن ميران كان فاني في بيته ودعا أصدقاء العمر بصوا كابتن طايا إسماعيل وكابتن أحمد مصطفى وكابتن محمود أبورجيلا وسامير محمد علي نجوم نادي الزمالك من الأهل كان الدكتور طايا إسماعيل وكابتن طايا الطوخي وكابتن شاوي غاب شافي وكابتن فاتحي مبروك حضر كمان مصطفى رياض ومحمود حسن نجوم الترسانة وسيد محمد سيد زقلط لعب طانطة القديم لو فاكرينه وكابتن شاحتة الاسكندراني كل دول كانوا في لمة الكبار في لمة الكبار اللي جمعهم مروان كان فاني شوفوا الدكتور طايا إسماعيل مع الكابتن محمود أبورجيلا هي دي الروح لكن بمناسبة حتى هذه الروح المهندس فرج عامر استفز جدا أن الناس تزعل أنه نشر على صفحته صورة لأصدقائه فرد المهندس فرج عامر نشوف كان تفسيره إيه باش مهندس خلينا أقولك يعني دائما كل واحد دي حياته شخصية لكن صورة نزلت على سوشال ميديا أصارت ضجة كبيرة جدا في وجود كابتن محمود الخطيب إيه الضجة أصلا أولا دي حاجة شخصية أنا اتفاجئت بحاجات غريبة جدا وحاجات يعني مضحكة يعني بعد إذنك أنت عايز تحاسب الناس على تصرف شخصي أولا دي إحنا طبعا كنا بنحتفل بالدكتور حسن مصطفى طبعا ده شيء طبيعي الناس أصدقاء تلتقي مع بعض بطيدي وقت ضريف جدا خارج العمل لأن انت بتقدي أجهزة مثلا يوم أو يومين الدكتور حسن مصطفى طبعا درجة العالمي موجود فطبعا هو الصديق الصدق للكابتن حسن حمدي ولكابتن محمود الخطيب وطبعا الحاجة جمال الجارحي طبعا وطبعا أنا بتشرف بصداقتهم وإحنا باستمرار نلتقي دائما ودايما يعني بيحصل لقاءات باستمرار فده مش حاجة غريبة وبعدين احنا طلعين رحلة تصد الناس كلها بتطلع على حالات الصيد وتصرف جميل أو حاجة جميلة حتى الشباب اللي شوف كده يبقى عارف إن احنا بنقضي الوقت في شيء جميل فبعد إذاك دي حاجة ملهاش علاقة أنا معاك إن هي حاجة شخصية لكن هي ممكن جمهور الزمالك يعني لا يا بي بالعكس جمهور ده هو مين يكره الزمالك هو يعني مين يكره الزمالك ولا مين يحب للزمالك حاجة وحشة ما فيش حد في الدنيا يحب للزمالك أولا أنا من أكتر الناس اللي خدمت الزمالك في التاريخ لأن أنا أكتر واحد ضد الزمالك أكتر لعبين مميزين قدتهم للزمالك أكتر ممدت للأهل بكتير جدا فيعني احنا ما فيش حد ضد الزمالك ولا في حد بيربط أحداث بأحداث يعني هو دلوقتي يفرض الزمالك عنده مشكلة نقعد في البيت جوة صندوق ما نتحركش طيب أنا الحقيقة مستغرب أنه الكابتر محمد فاروق نجم النادي الأهلي ومهاجمه السابق هو اللي يطرح السؤال ده ويقول له أصرط دجة أصرط ممكن مستفزة لجمهور الزمالك هو نفسه مش قادر يقدم تفسير لده المهندس فاروق عامل قال له مستفزة في إيه مستفزة في إيه وانتوا ليه عايزين تحركوا الجمهور نحية الحاجات الوحشة هو لو محمد فاروق ده اتقابل هو وحمد بلال وإبراهيم سعيد ونجوم نادي الزمالك أو أي لعبين ومارسح حياتهم الخاصة مطلوب منه يستغز من حد عشان ما يستفزش حد إيه اللي فيها عشان تعملوا منها قصة وحدوتة ورواية والكلام وأبدا ولا أنتم متدقين إنه سمكة كبيرة شوية ولا إيه ليه ويه بعض يقول تفسير والتاني قلت عليه ويه ليه يعني هل وصلت للمرحلة أن نحن نحجر على ربوزنا الرياضية في حياتهم الخاصة زي ما المهندس فارج عامر قال يا جماعة الإعلام ممكن يقدم حاجات تانية كبيرة جدا ترشد سلوك الجمهور وتاخد بإيد الناس بعيدا عن هذه المناطق زي ما الأستاذ سعيد وهبا قال وطرح مبادرته اللي نتمنى أنها تلقى فعلا اهتماما من قبل الدكتور أشرف صبحي علشان نكون جدين شوية في رعاية الروح الرياضية لأنه فعلا إحنا في مناسبة تاريخية محتاجين نستغلها بشكل إيجابي جيد دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في السامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله سوالة جد